ماذا عن فيما يخص خطة دخول رفح حسنا بالنسبة لرفح فإننا كما يعلم الجميع قد تحدثنا بشكل عام وأيضا مع بعض المسؤولين الإسرائيليين بأننا نعلم أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس ولابد أن يكون هناك العمل عن كثب من أجل حماية المدنيين وخطة من أجل حماية المدنيين في رفح والبيت الأبيض كان أعرب عن ذلك وكان هناك وفد من أعلى المستويات للحديث عن مسألة رفح ولقد أعرضنا عن قلقنا لأن المنطقة بها الكثير من المدنيين وقلنا أننا نتفهم حق إسرائيل في محاربة حماس لكن هناك أكثر من مليون ونصف من النازحين إلى رفح ولابد من وضع خطة من أجل حمايتهم ولكننا نتفهم أيضا حق إسرائيل في محاربة حماس لذلك فإننا سنستمر في دعم إسرائيل في ذلك وهل ترون أيضا أن الشعب الفلسطيني له الحق أيضا في الدفاع عن نفسه ضد إسرائيل؟ حسنا إن هذا أمر مؤهم للغاية أولا إن إسرائيل لم تبدأ الهجوم على حماس ولكن حماسة التي بدأت الهجوم وللأسف الشديد الكثير لا يدركون خطر هذه المجموعة الإرهابية حماس وما فعلته في السابع من أكتوبر كان مثالا لأفكارها الأيديولوجية وإنه لواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل في مباحثات مع إسرائيل حتى تتأكد من الأخذ في الاعتبار أمن المواطنين وأمن المدنيين وفي نهاية المطاف إننا نريد أن نرى الموقف وهو وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب والدولتين يقف معا من أجل محاربة مجموعات مثل حماس